يا دكتور حسام قلنا الناس عامل ايه في العالمين و ايه الاشغال في الفنادق عامل ازاي هناك والله الاشغال في الفنادق 100% لو بها تأخر 8 و 9 كمان ممكن يزيد اكتر فعلا احنا مش لقيين اماكن خالص والفنادق كلها 5 ستارز دي لوكس عالية جدا ولكن مليانة 100% بواسماء تشينز كبيرة قوي عالمية اقبال رهيب من السياح المصليين وعرب طبعا وفي بعض الاجانب جنسيات خليج كلها معظم وعرب وخليج وعرب ومصريين حاملين جنسيات مختلفة من خارج برضو موجودين في الريزورتس وموجودين في الفنادق وفي اجانب بعض الاجانب بس لان الثقافة بتاعة المهرجان بتاع العالمين قريبة اكتر اوي للعرب الغناء الحفلات المسرح اللي كانوا بيشوفوه زمان في اسكندرية والقاهرة قبل ما يبقى فيه العالمين كان متواجد فطبعا العملية عملت نقلة كبيرة كافة التجهيزات اللي موجودة في منطقة العالمين وفي الساحل الشمالي كل حاجة موجود سهر مولز كل الاستعدادات الامكانيات على اعلى مستوى الخدمات الاكل الانتقالات الطرق البنية التحتية فده اصدت لا وفيه مطار العالمين طبعا سهل ومطار برج العرب على برضو كيلومترات بسيطة من العالمين لكن كلمنا سهل فلد استعد الشرطر على طول من الدول العربية ومن الدول الأوروبية بينسل بأسعار أفضل طبعا طبعا الشرطر بيفرق كتير أولا لو فيه تيران شرطر جاي من أوروبا المسافة هتبقى أربع ساعات خمس ساعات مثلا بالكتير قوي من الدول العربية طبعا ساعتين ثلاثة وأقل سواء في برج العرب أو في منطقة العالمين فيه ناس بتيجي طبعا لمرينا العالمين باليخود بتاعتها يعني ده برضو من البحرابد المتوسط صحيح فده كله يعني له تأثير إيجابي كل حاجة تنوع المسرح زي ما قلنا الغناء الأطفال المسابقات الرياضية سباق الهجن ده طبعا بالنسبة للدول العربية ومصر حاجة كبيرة وبالنسبة حتى القبائل ومتابعة وهجن عربية أصيلة بأرقام كبيرة كل ده له تأثير إيجابي كبير في تصليط الأدواء على منطقة العالمين وعلى مصر سياحيا بشكل كبير يعني إحنا لو نشوف المهرجانات اللي يمكن في المنطقة زي مهرجان قرطاج مهرجان موازين سواء تونس أو المغرب يعني كلها مهرجانات بتبقى في الأصل بتقدم حفلات إحنا تميزنا بإيه عن تقديم الحفلات أكثر إحنا عندنا تنويع كتير يعني غير الحفلات وطبعا مشاركة المغنيين المصريين والمغنيين العرب من كافة الدول العربية عندنا المسرح مثلا عندنا الطفل فيه لو زي مهرجان عندنا تزوق الطعام فيه يعني المسابقات الرياضية المختلفة كل ده في وقت واحد مع كافة الإمكانيات اللي موجودة كمدينة حديثة زكية تكنولوجي طرق سيرفس خدمات يعني أنت متوفر كل حاجة مطار بحر مارينة لل يخوت يعني بتناسب كل وبعدين أنت فيه حتى سامع يعني الناس بتيجي من كل مكان في السحل الشمالي تحضر الحفلات فده برضو بيزود زيادة السياحة أكتر في الريزورس لأن السحل الشمالي ومنطقة العالمين تم فيها صفقات كبيرة عالمية زي رأس الحكمة وساوث ماد بس هي استثمار عقاري سياحي عدد الغرف الفندقية في العالمين يمكن أربعة تلاف غرفة المستهدف الفترة القادمة من قبل الدولة عشان نصل لتلاتين مليون من ضمنها منطقة العالمين يعني خمسة وعشرين ألف غرفة زيادة أو تلاتين ألف غرفة ده هيجيب ملايين من السياح وهينزل التيران الشارتر بشكل أكتر لمطار العالمين عشان السياح لأن احنا لو قلنا مثلا البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى عالم فيها مطارات وكلها فنادق على الشواطئ الفنادق صحيح العالمين لها وضع مختلف قرى قرى سياحية وريزورس فطبعا لما يتبني فنادق كتير وفيه عدد غرف فندقية هيبقى فيه ريجولر تشارتر مثلا وتسويق بشكل مغين هيجزب السياح من كل الدول العالمية